أعوذ بالله سبحانه وتعلمنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة العشرين من حلقات قصة التتار في الحلقة السابقة وقفنا على تجهيز قطز رحمه الله للجيش المسلم المكون من المماليك البحرية والمماليك المعزية وجنود دمشق وحماه وغيرها من المتطوعين من هنا وهناك ووقفنا عند الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالبلاد واستعداد أو رغبة قطز رحمه الله في فرض بعض الضرائب على الشعب ليستطيع تجهيز الجيش لكن العز بن عبد السلام رحمه الله قال الفتوى الجريئة أنه لا يجوز تجهيز هذا الجيش من أموال الشعب إلا بعد أن يبيع كل الأمراء والمماليك والحاكم نفسه كل ما يمتلكون ليتساوى بذلك مع العامة وعند إذن إذا احتاج الجيش إلى أموال أخرى تفرد على الشعب الضرائب والأغرب من فتوى العز بن عبد السلام رحمه الله هو استجابة قطز رحمه الله عندما قال أنا أبيع ما أملكه لصالح جيش المسلمين وبالفعل بدأ يبيع كل شيء يمتلكه ولم يبق إلا على الفرس والسلاح فقط وكذلك فعل الأمراء والوزراء واكتشف الجميع شيئا عجيبا جدا أن الجيش قد جهز بكامله من أموال الأمراء والوزراء ولم يحتج الأمير قطز رحمه الله أن يفرض ضرائب على الشعب اكتشف البلد أو اكتشف الناس أن البلد غنية وأن الأموال كثيرة ولكنها كانت مكدسة في اتجاه المعين وليست في الاتجاه الصحيح المهم أن الحمد لله الأموال كفت وتجهز الجيش المسلم وبدأنا نفكر في خطوات عملية للمعركة أين تكون وكيف ستكون وأي المحطات أفضل أن نضع فيها القوة الرئيسية للجيش المسلم قطز رحمه الله رأى أنه يجب على المسلمين أن يذهبوا ويقاتلوا التتار في فلسطين وأن يتحرك الجيش المصري بكامله مع قوات المساعدة كل هذه المسافة من القاهرة وما حولها حتى يصل إلى منطقة ما في فلسطين حسب ما يتراء للعسكريين في اختيار المكان الأمراء المصريون في ذلك الوقت الممليك ومن معهم من أصحاب الرأي كلهم خالفوا قطز رحمه الله في ذلك الأمر ورأوا أن يقاتل قطز في داخل مصر واختلفوا في تحديد المكان هل هو القاهرة أم في الصحراء الشرقية أم في سيناء أم في غيرها من البقاء في داخل مصر وكان خلفيات اختيار الأمراء لهذا الأمر حكتين رئيسيتين الحاجة الأولانية أن هذه نظرة قومية بحتة أن مصر دي بلدنا وأن فلسطين دي بلد تانية فالمحافظة على بلدنا وهذا المهم بالنسبة لنا وأهل فلسطين يحافظوا على فلسطين هذا كان رؤية عند بعض أو عند كثير من الأمراء في ذلك الوقت الحاجة التانية الخطيرة أنه بيقولوا لو إحنا ما خرجناش من فلسطين ممكن التطار ما يدخلوش لأي سبب يعني يروا حركة الجهات حركة تأجيز الجيوش يروا صحراء سيناء الواسعة يخافوا على جيشهم من الهلكة ينشغلوا في شيء ما قد يحدث أن يتجنب اللقاء وإحنا مش عايزين نحارب التطار إلا إذا كان فيه اضطرار حتمي فعندنا فرصة أننا ما نقتلش التطار إذا بقينا في البلاد قطز رحمه الله كان عنده وجهة نظر مختلفة تماما وقام وشرح وجهة نظره للأمراء وللوزراء وللعلماء وللفقهاء وللشعب قال رحمه الله أن دور مصر في هذه القضية ليس دورا قوميا فقط القضية يا إخواني وإخواتي ليست قضية عرق أو نسب أو ما كانت ولدنا فيه القضية قضية دين فعلا القضية قضية إسلام القضية قضية أن التطار غزوا بلاد المسلمين ووجب كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله ووجب على العالم كله يقصد العالم الإسلامي كله قتالهم فمن هنا راد قطز رحمه الله أن يخرج بجيشه لنجدة أهل فلسطين حتى وإن لم يدخل التطار إلى مصر حتى بفرض أن التطار لم يرغبوا في حرب المصريين فإن المصريين يرغبوا في حربهم دفاعا عن أوطانهم الإسلامية وإن لم تكن قومية وإن لم تكن تبعا لمصر الجهاد في سبيل الله إنقاذا للمسلمين في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في كل البلاد الإسلامية التي احتلها العراق قبل ذلك ليس فضلا ولا منه ولا مساعدة من أهل مصر إلا غيرها من الدول الإسلامية إنما هو واجب وفرض على المسلمين هكذا كان يرى قطز رحمه الله وأياده العلماء وعلى رأسهم العز بن عبد السلام رحمه الله فوق كده في أبعاد استراتيجية في غاية الخطورة عنصر المفاجأة لو انتظرتنا التطار في بلدي هما اللي يختاروا معاد الموقع هما اللي يختاروا مكانها بينما أنا أفاجئ التطار بالذهاب إليهم في فلسطين كمان بيبقى عندي خط رجعة لو أنا اتغلبت في القاهرة إلى أين أذهب خلاص تنتهي البلد لكن لو أنا اتغلبت في فلسطين عندي أكثر من محطة للرجوع وإعداد القوة من جديد ومحاولة رد العدوان التاتري فوق ده كله الأمن القومي المصري يبدأ من الحدود الشرقية كيف يطمئن المصريون في داخل مصر في ذلك الوقت أو في غيره على بقاء فلسطين محتلة من عدو قوي قاهر له قوة بهذه الصورة التي وصفنا للتتار للتتار أو لغيرهم هذا فيه خطورة شديدة جدا على الأمن القومي المصري نفسه لذلك قطز رحمه الله الذي كان ينظر بعنق شديد لكل الأمور من حوله ويوفقه ربه سبحانه وتعالى إلى الاختيار الأصوب أصر على أن يذهب إلى فلسطين بهذه الحيثيات التي ذكرناها ومن ثم اقتنع الفريق المشاور له من العلماء والفقهاء وكبر رجال الجيش وبالفعل جهز الجيش للخروج من مصر إلى فلسطين كان معسكر التجمع موجود في منطقة الصالحية في شرق القاهرة وتجمعت الجيوش من كل مكان سواء من جنوب مصر أو من شمالها أو من القاهرة ذاتية بالإضافة للجيوش الشامية المساعدة وبدأ الجيش ياخد طريقه في اتجاه الشمال عبر سيناء عبر الساحل الشمالي من سيناء متاجها إلى فلسطين كانت في مشكلة كبيرة جدا بتقابل الجيش الإسلامي هو متاجه من مصر إلى فلسطين المشكلة دي أن فينك بعض الإمارات الصليبية ما زالت موجودة وفيها صليبيون يعيشون منذ فترات طويلة في داخل فلسطين وفي داخل سوريا وما بعدها هذه الإمارات الصليبية تمثل خطورة حقيقية للدولة الإسلامية أو للجيش الإسلامي وهو رايح يحارب التطار وأخطر هذه الإمارات مطلقا كانت إمارة عكا في شمال فلسطين نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة طيب كوتوز يعمل إيه؟ يعني المشكلة دي حلاها إزاي؟ دلوقتي عنده تطار هيحربوه بعد قليل وعنده الصليبيين والاثنين ممكن يشتركوا في حرب تبقى قضية في منتهى الخطورة تعالوا نفكر مع كوتوز ونشوف إزاي ممكن بيحلل موقف عسير مثل ذلك الموقف أولا في تحليل كوتوز رحمه الله أن الصليبيين أعداء للمسلمين كما أن التطار أعداء للمسلمين الاثنين أعداء والاثنين محربين للمسلمين والاثنين محتليين أرض المسلمين لعلي أحتاج أن أقدم شيئا وأخر شيئا لكن لابد أن أتذكر دائما من هو العدو ومن هو الصديق في هذه الحالة هذا عدو وهذا عدو أيضا لأن الاثنين محتليين البلاد الإسلامية بل أن الاحتلال الصليبي لعله أخطر من الاحتلال التاتري مع أن الاحتلال التاتري شفنا قد اكتاح الأرض وسفك الدماء وفعلة وفعلة لكن الاحتلال الصليبي يتميز عن الاحتلال التاتري بحاجتين في غاية الخطورة الحاجة الأولانية أن الاحتلال الصليبي كان احتلالا عقائديا يعني المشكلة مشكلة الدين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الجيوش التاتري ما سعت أبدا لنشر دينها ما علمت الناس الشريعة التي تركها لهم جينكيس خان يعلمون أنها أمور هشة لا وزن لها لا قيمة لها أما الصليبيون فكانوا يسعون إلى التنصير في المناطق التي وصلوا إليها مع أن كان هناك صعوبة بالغة في إقصاء المسلمين عن دينهم أو تحويلهم إلى دين آخر لكن هذه كانت قضية عقيدة وهي قديمة جدا جدا والحرب كما ذكرنا في حلقات سابقة بين الصليبيين وبين المسلمين كانت مستمرة الأمر الثاني الخطير جدا أن الاحتلال الصليبي للشام ولفلسطين ولتركيا كان احتلالا استيطانيا لم يكن احتلال جيوش لا الشعوب جد مع الجيش وبدأت تعيش في المناطق وتتكاثر وتتوالد وتعيش جيل بعد جيل بعد جيل يعني مر أربع خمس أجيال على الصليبيين وهم يعيشون في داخل فلسطين خلاص بقوا معتبرين البلد بلدهم في ناس اتولدت وعاشت عمرها كله وماتت جوه فلسطين ما شافتش لا أوروبا ولا شافت فرنسا ولا إيطاليا ولا غيره من الممالكة الذين أتوا منها قبل ذلك خلاص بقتها دي بلدهم وعاشوا عيشة استيطانية في البلد أما الاحتلال التاتري فاحتلال جيوش يعني الشعب التاتري كله الأصلي عايش من غلي أو عايش في الصين أما الجيوش هذه فهي وإن طال أمدوها في البلاد فإنها لا محالة إلى زوال المشكلة الخطيرة في الاحتلال الاستيطاني وده قصة الأندلس لما ترجعوا لها هتلاقوا بنفس القصة أن ده كان احتلال استيطاني الصليبي لبلاد الأندلس عشان كده اختفى ذكره الإسلامي من بلاد الأندلس بعد خروج المسلمين كذلك الاحتلال الصليبي كذلك الاحتلال اليهودي الآن في بلاد يحررها كامل طيب ببقى دي أول قضية طرحها قطز على نفسه التتار أعداء وكذلك الصليبيون الذين يحتلون بلادنا أعداء أيضا القضية التانية التحالف الصليبيين مع التتار أمر محتمل جدا احنا شفنا أكثر من محاولة من الصليبيين للتحالف مع التتار من أيام جينكيس خان وتكررت المحاولات مرة بعد الثانية ثم شاهدنا التحالف الأكبر والأعظم عند إسقاط بغداد وشفنا الأمير بوهمند أمير أنطاقيا والأمير هيثوم أمير أرمينية وشفنا القائد التتري النصراني كاتبه غنوين وشفنا التعاون مع النصرى في دمشق وشفنا 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 حاجات كترة جدا من التحالفات مع التتار وارد جدا أن الإمارات الصليبية تتحالف أو تتعاون مع التتار لحرب المسلمين وستكون كارثة كبيرة لكن الحاجة التالتة اللي كوتوس برضو فكر فيها وهي مهمة جدا أن الإمارات الصليبية اللي موجودة في الشام وفلسطين ما بيحبوش التتار كما يكره الصليبيون المسلمين يكرهون كذلك التتار التتار خلوا بالكم ذبحوا المئات الآلاف بل الملايين من النصارى في شرق أوروبا أي ودول أرثوذوكس مهمش كاثوليك لكن في نفس الوقت هم نصارى ثم أنهم بعد ذلك قاموا بتعيين كما ذكرنا قبل ذلك باتريارك أورثوذوكسي على كنيسة كاثوليكية وده شيء طبعا سابق لم تحدث قبل ذلك في التاريخ وهذا عمل نوع من الضعر والقلق والرفض التام في كل الإمارات الصليبية لو لأن بوهمند كان واقعيا كما يقولون وقبل بهذا الأمر لأنه كان يقدر حجمه الصغير بجوار مملكة التتار الرهيبة لكن خلي بالك أن الإمارات الصليبية بالذات إمارة عكا كانوا من المتشددين كاثوليكيا يعني كانوا من أشد الناس تمسكا بدينهم فكانوا لا يقبلون بالمرة بقضية وجود باتريارك أورثوذوكسي على كنيسة كاثوليكية وده كان مزعالهم جدا من قضية دخول التتار إلى بلاد الشام وفرض أنواع غريبة من السيطرة على الدين غير مفهومة وغير مبررة إلا كنوع من الإذلال للصليبيين برضو نشوف بعض المحاولات من أمير صيدة وأمير بيروت حاول أن يتوسع في القرى والمدن الإسلامية المحيطة عندما دخل جيش التتار ظن منه أن ذلك أصبح مسموحا فما وجد إلا صدا قويا جدا من التتار لأن التتار كانوا يعتبرون أن كل هذه الممالك هي ممالك خاصة لهم وأنهم سمحوا للصليبين أن يعيشوا في هذه الأماكن لذلك لما فعل ذلك أمير صيدة وأمير بيروت ذهب كاتب غنوين ودك بيروت ودك صيدة وهذا أثر جدا على نفسيات الصليبيين وشعروا أنهم أمام وحش كبير جدا بمجرد أن يتمكن من مقاليد الأمور سينهي كل المسلمين وكل الصليبيين في المنطقة كما فعل قبل ذلك في أوروبا يبقى كان برضو قطس بيقدر أن الصليبيين مع كونهم قد تحلفوا قبل ذلك مع التتار إلا أن الصليبيين وبالذات الذين في الشام يخشون التتار خشية تامة ويعرفون تماما تماما أن التتار لا عهد لهم بالمر برضو نقطة مهمة جدا في التحليل أن الصليبيين في داخل عكة ضعفاء جدا من أيام حرب فراسكور وحرب المنصورة والجيوش الصليبية أصبحت ضعيفة جدا بعد أن كتلت منها أعداد مهولة لويس التاسع لما غزى ضميانة ثم بعد ذلك المنصورة استعام بقوات كبيرة من الإمارات الصليبية الموجودة في عكة وفي غيرها فسحق عدد ضخم جدا من الجنود ومن الجيوش وصلت البلاد إلى حالة شديدة الضعف من الروح المعنوية ومن الإمكانات الاقتصادية ومن أعداد الجيوش يعني في حالة ضعيفة لا تسمح لها بالمقاومة كثيرا ضد المسلمين الحاجة الخامسة والأخيرة في التحليل بنقول أن قطز رحمه الله رأى أن مدينة عكة مدينة حصينة جدا بل لعلها أحصن المدن مطلقا في منطقة الشام بكاملها عشان أوضح لكم حصانة هذه المدينة يكفي أن أذكر أن مدينة عكة هذه محتلة من سنة 492 من الهجرة وإحنا دلوقتي في سنة كام؟ في سنة 658 من الهجرة يعني عد على احتلالها 166 سنة متصلة حاول زعماء المسلمين من قديم الزمن من أيام عماد الدين زنكي نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي كل هؤلاء ومن تبعهم أن يحرروا عكة ففاشلوا جميعا في تحريرها لا مدينة في منتهى الحصانة لذلك قطز يقدر أنه لو حاصر هذه المدينة فلعله سيقضي أياما أو شهورا وهو حول أسوار المدينة الحصينة عكة تعالوا بقى نحط كل هذه الأوراق جنب بعضها ونشوف يا ترى ممكن قطز يفكر إزاي الصليبيين في وضع ضعيف وإن كانت مدينتهم حصينة ممكن يتعاونوا مع التطار وإن كانوا يكرهون التطار أنا أعمل إيه؟ قطز رحمه الله رتب أهدافه عنده أهداف عامة وأهداف مرحلية الهدف العام بتاعي تحرير كل البلاد الإسلامية من كل معتدن أيا كان كان تاتري كان صليبي كان يهودي كان أي ملة من الملل أي جيش من الجيوش أي عدو من أعداء المسلمين احتل بلدا أو شبرا إسلامية لابد أن يحرر لكن في حاجة اسمها أهداف مرحلية في أولويات عندي عدو أكبر دلوقتي هو العدو التاتري وعندي عدو أصغر هو الصليبيين أضعف من التطار مشاكله أقل من التطار يبقى أنا ألحق في حسابات قطز رحمه الله أعمل معاهدة مع الصليبيين أحيد صف الصليبيين عن التعاون مع التطار وأتفرغ لقضية التطار وبعد ذلك أنظر إلى أمر الصليبيين في وقت لاحق بعد أن تكون الأمور قد هدأت مع الجيش الضخم التتري فقرر أنه يعمل هذه المباحثات والمعاهدات وبالفعل أرسل وفد دبلوماسي كبير إلى عكة للتفاوض حول الهدنة المؤقتة فترة من الزمن إلى أن ينتهي من حروب التتار وراح بالفعل الوفد وقعد مع الصليبيين وسبحان الله الرؤية كانت في منتهى الوضوح الصليبيون كانوا يريدون هدنة تامة يعني زي ما يسمعوا كده السلام دائم لكن قطز رحمه الله رفض إلا أن تكون الهدنة مؤقتة لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتعاهدوا مع عدو يكرونه على أن له بلاد المسلمين لكن هي مجرد هدنة مؤقتة عشر سنوات خمس سنوات ثلاث سنوات فترة معينة إلى انتهاء عمل معين وهكذا أصر المسلمون على أن تكون الهدنة مؤقتة فقط حتى لا يتهم المسلمون بعد ذلك بخيانة العهد وبالفعل قبل الصليبيون وبسعادة أن يعطوا المسلمين هذه الهدنة وأن لا يدخلوا في حرب ضد المسلمين بل أنهم عرضوا المساعدة على المسلمين عرضوا أن يساعدون في حرب التطار لكن قطز رحمه الله رفض أن يأخذ هذه المساعدة وبالطبع كان لا يطمئن إلى وجود الصليبيين معه في الجيش لعل ذلك يؤثر على الجيش وعلى نتائج المعرك وطبعا قطز رحمه الله استغل أيضا سلاحين في غاية الأهمية استغل سلاح الترهيب والترغيب فراهب في الوقت نفسه راهب العكة بعد ما عمل المباحثات الدبلوماسية قال لهم لو حدثت خيانة فسأنقلب عليكم بعد أن أنتهي من التطار وانظر إلى الثقة يعني هو يثق في الله عز وجل أنه سينصر على التطار وبعدها سينقلب على الصليبيين فيهزمهم ثم قاله وأما الأمر الثاني فهو الترغيب فأنه سيبيع لهم بعض الغنائم وبعض الخيول التطارية الجيدة بأسعار مخفضة بعد أن ينتصر على التطار في منتهى الثقة يا إخواني وقبل الصليبيون بذلك وبالفعل جاء الجيش الإسلامي واقترب وأصبح على عدة كيلومترات من غزة ترى ماذا سيحدث في غزة وماذا سيحدث مع الحامية التطارية المحتلة لمنطقة غزة وماذا سيحدث مع الجيش الرئيسي التطاري بكيادة كاتبوغا وين؟ هذا ما سنعرفه وغيره بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهن في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه وليه ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته